بتدريبات الحلقة السابقة قلنا السؤال الاول بيقول لي في الشكل المقابل عايز طول دال هي والله انا افرضه هنا بسين طول دال هي افرضه بسين ايه المعطى اللي عندي عندي توازي قلنا عندنا توازي ايوه استنتج تشابه يبقى المسلس الف دال هي ايوه يشابه المسلس الف بهجيم وقلت مهم جدا الرؤوس المتناصرة الف زاوية مستركة قياس زاوية الدال تساوي قياس زاوية به يبقى التالتة بتساوي التالتة قادر يجيب التناظر ايوه والتناسب يبقى يقول له ايوه يبقى قادر يقول له سين على تسعة يبقى سين على تسعة بتساوي ايه يقول لي ساوي الصغير على الكبير يعني اثنين على ستة اثنين على ستة ويعني بتساوي تلت واختصر تسعة في واحد على تلاتة يبقى سين بتساوي ثلاثة سنتي يبن الاختيار بتاعي هو الاختيار به طبعا كل حبيبي عملوها ثلاثة فعلا الاختيار به السؤال الثاني طبعا مساقط من رأس القيمة عمود قلنا ايوه المثلثين الصغيرين متشابهين وكلاهما يشابه المثلث الاصلي يقول لي ايوه واشتغلنا على اقليدس وقلنا مربع ضلع القيمة يساوي المسقط في الوطر يعني سيد تربيع بتساوي ايه جميل جدا سيد تربيع بتساوي المسقط اللي هو اربعة في طول الوطر اللي هو اربعة زائد واحد وعشرين بخمسة وعشرين خد الجزر التربيعي يبقى اتنين في خمسة يقول لي محطتش موجب وسالب ليه طبعا لان الاطوال عندي كميات موجبة يبقى السين بتساوي عشرة صمتي والاختيار بتاعي هو الاختيار الاول تعالي شوف السؤال رقم ثلاثة يقول لي انا عندي قالب به يوازي ايوه استنتك تناسب والمثلث طبعا وتشابه والمثلث الصغير الف ميم به يشابه ايوه دال ميم جيم اخد بالي كويس من التناظر الف بتناظر دال وبه تناظر جيم يقول لي ايوه هناخد ضلع من الكبير على المناظر يبقى سين على اتنين سين على اتنين بتساوي ايه يقول لي ستة على اتنين ونص هضرب ما قص يبقى اتنين في ستة على اتنين ونص يعني اتناشر على اتنين ونص يطلع باربعة وتمانية من عشرة والاختيار عندي هو دال قلنا في السؤال الرابع عايز مرافق حاصر الدرب عندك طريقة من اتنين تجيب حاصر الدرب الاول وبعين تجيب المرافق او قلنا قبل كده خاصية جميلة قلنا المرافق يوزع على الدرب هجيب مرافق الاول والمرافق التاني واضرب الطريقتين صح تعال اول نضرب وبعين نجيب المرافق اضرب الاول في الاول ستة التاني في التاني يديه اتناشر ته تربيع يعني سالب اتناشر وجبت الجزء الحقيقي قلت تخيلي حاصر درب الطرفين اربعة وعشرين ته حاصر درب الوسطين تمانية هنا تمانية ته اجمع يبقى اتنين وثلاثين ته جمع ستاشر ناقص ناشر اربعة زائد اتين وثلاثين ته يقول لي هات مرافق الكلام ده غير اشارة التخيلي يبقى الناتج اربعة ناقص اتين وثلاثين ته والاختيار بتاعي هو الاختيار جيم ومافيش احلى من كده وبكرر شكري مرة